كمان العبيد محمد سمير المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اعلن ان في عملية عسكرية نجحة ادت الى مقتل ارهابي في وسط سينة وضبط بندقية قناصة وامن شمال سينة كمان استطاع ان يفكك ويفجر خبس عبوات ناسفة كان الارهابيين زرعينها في الطريق اللي بتسلكه القوات المسلحة والحمد لله تم العثور عليهم واكتشافهم مسبقا وبالتالي تم تفجيرهم وتفكيكهم وتم نجاة القوات المسلحة من هذه الالغام المذبوح انا بقول لحضراتكم انه في كل يوم خطوات جيدة جدا على صعيد مكافحة الارهاب سواء في القوات المسلحة في سينة او وزارة الداخلية هنا في المحافظات بس ايد لوحدها ما تسقفش ايد الشعبية ايد الشعب لازم تبقى معهم وسابقاهم وان شاء الله قريبا جدا سنعلن مصر خالية من الارهاب بدعم الشعب لجيش والشرطة مش بان احنا وقفين نتفرج ونقول الله ويا سلام